دات شارلي، شاب وسيم عنده شركة عربيات لكنه مديون وعنده مشاكل مع عملائه اللي بيطلبوا بفلوسهم عشان ما يسلمهمش عربياتهم في المعادة المتفقين عليه وكمان البنكة بيهديد يحجز على العربيات اللي عنده عشان مش بيسديد القروض اللي واخدها فبالضر يجذب على الجميع ويساوه في الموضوع لغاية ما يتصرف فلوس خرج وركب عربياته مع البنت اللي شغالة معها في المكتب وإياه في نفس لوقت حبيبته طينا رايحين يقدو الوك اند لكن جالوا اتصالهم معها في العربية إن أبوه مات والجنازة بكرة لكنه لا زعل ولا تأثر على موت أبوه بأي شكل لدرجة إن صاحباته استغربت جدا لما شافها مستغربة قال لها إن علاقة بأبوه ما كانتش حلوة كانت تقريبا مقتوعة وإن أمه ماتت وهو عنده سنتين وعمر مرتاح في التعامل مع أبوه فساب البيت وما شافوش من سنين تاني يوم راح مع صاحباته جنازة وقف بعيد شوية المحامي بص عليه لا مش مهتم بموت أبوه بس هو كان عارف المشاكل اللي بينهم بعد المراسم اتفق مع المحامي يروح له عشان يفتحه وسيط أبوه راح البيت اللي كان عايش فيه هو صغير بص على عربيته القديمة اللي كان نفسه سوقها بس أبوه رفض مش قال لي كان عنده شعور دايما إن أبوه مش بيحبه وإنه كان بيهتم بالوردة والجنينة وحتى عربيته أكتر منه لدرجة إنه مرة بلغ عنه البوليس لأنه أخذ العربية ولفي بيها مع صحابه لما كان عنده 16 سنة وبوليس فدل محتاجه يومين بسبب كده ولما خرج من الحجز مرجعش البيت من يومها لغاية دلوقتي ونسي كل الفترة دي من حياته الحاجة الوحيدة اللي لسه فاكرها من زمان إنه لما كان بيخاب بيجي رينمان يغنيله سألته مين رينمان قال لها صديق خيالي من أيام التفولة معرفش عنه أي حاجة ولا عرف هو مين ولا راح فين باللير راح شلل المحامي عشان الوصية أبو كان كتب له رسالة بيعادبه فيها ما اهتمش بيها قوي بعد كده فتح المحامي الوصية وقال له نبوه كتب له العربية الأنيمة باسمه العربية اللي ساب البيت بسببها أما بيته وكل أملاكه وفلوسه فحطها في صندوق أمنات شلل الجنن هياخد عربية ورسل نبوه وكل الملايين الباقي راحت لصندوق أمنات ساعد المحامي صندوق أمنات لمين لكن المحامي رفض يقول له أي تفاصيل اتعصب جدا ودع على أبوه أنه حرمه من رأسه قدرت شلل يعرف بتلقته ونبوه كاتب وصيدته لصندوق أمنات ما صحة لعلاج مرضى التوحد خلت صاحبته وراحه للمستشفى طلعه يقابل المدير كان مشغول لفه في المستشفى وشافه مجموعة من المرضى اللي عندهم توحد صاحبته نزل التسنافل العربية اللي برسها من أبوه وهو دخل يقابل المدير اللي طلع صاحب أبوه والوصية على الوصية من غير أي استفادة للمصاحة بدأ الدكتور يشرح له الأسباب اللي خلت أبوه يعمل كده وميكتبلوش أي حاجة في مراسه غير عربيته بس لكن الإبن مكانش مقتنع بأي حاجة ده ريموند واحد من المرضى ركب العربية والبنت جواها وقال لها النبوه سمح له يركبها ويسوقها في حارة ديقة نزل شارلي لقاءة قاعد مكانه في كرسي السواق نزله فنزل فورا فقاله المريض النبوية كان بيخالينا ركبها كل سبط وإن جلد الكراسي كان بني فاستغرب شارلي لأنه فعلا كلامه صح شارلي سأل المريض عن اسم أبوه فقال له اسم أبو شارلي سأله عن اسم أمه قال له اسم أم شارلي سأله عن عنوانه قال له فعرف أنه يبقى أخوه اللي محدش جاب له سيرته قبل كده أول مرة يعرف أنه له أخ وكمان مريض مدير المستشفى أكتد له أنه أخوه وأنه مش مجنون ولا متخلف عقليا لكونه مريض بالتوحد عنده قصور في حاجات وممتاز في حاجات تانية يعني باختصار متوحد نوهو شارلي قال له إزاي ما حدش يقول لي أنه ليه أخ فرد الدكتور كنت هتعمل إيه يعني لو عرفت سأل الدكتور هل عرف أنه ورس ملايين فرده قال له أنه ما بيفهمش في الفلوس ملهاش معنى عنده أبوه ساب ملايين لواحد ما يعرفش معنى الفلوس وما سابش فلوس للي عارف معناها ومحتاجها راحت شارلي الأودت أخوه مع صاحبته فانزعت جدا لأنه شخص تقليدي ومنظم وخده واتمشى معاه لكن الأخ المريض ما كانش مركز في حاجة عايش في عالم تاني فعرفوا تشارلي أنه أخوه ونبوهم مات وقرر أنه مايرجعوش المستشفى وياخده يعيش معه فلوس أنجلوس مش عشان حبه ولا حاجة لكن عشان الملايين اللي ورسها منبوه هير بيه من المستشفى وخده وراح مع صاحبته نزل في فندق لكن أخوه ما كانش مرتاح وعايز يرجع المصحة اللي هي طول عمرها بيته اللي ما يعرفش غيره فاخوه هدا وكذب وقاله للدكتور هو اللي طلب نقد وقت معه بعض رمون دخل قطو ملقاش كتبه ولا سيره في مكانه أعجي غير في ترتيب القوضة وخده له دايير التليفونات كأنه كتاب يقرأ فيه ومرضيش يسمع كلام صاحبته اللي طلبت منه يرجع أخوه لأن حالته هتكون أفضل في المستشفى اللي تعود عليها البنت تعاطفت معاه شغالت للتليفزيون والبرنامج اللي بيحبه كانت شايفها كأنه طفل صغير وهي بترعاه كمان كانت بتزعب من حبيبها لأنه ما عندهوش مشاعر ناحيته بيعمل وحش وكل شوية يجدب عليه زي ما بيجدب عليها وطلبت منه يفهمها هو ليه خده من المساحة فاشرح لها أنه هيساوم الدكتور صاحب أبو عليه يرجعه له ويأخذ نص المراس لكن أخلاق ساحبه ترفض يطري بيعمله وثابت له الفندق ومشيت شارلي بقى الواحده مع أقول مريد نزل مع المطعم جاءت للموديفة تشوف هيأكل إيه أقول مريد شاف اسم الموديفة متعلق على صدرها راح أية رقم تليفونها ولما سألته عارف إزاي طلعوا أنه حافظ كل الأرقام اللي في دايل التليفون اللي أخد دهوله بالليل طلبوا بيجزة بس هو ما تعوج أكلها بخلة سنان من الشوكة أخوة طلب من الموديفة خلة سنان ليه وقامت تسأل بالدكتور مديره ما صحه وبواصي على أخوه يساوموا أنه يرجعوا بس ياخد نص المراسل لكن الدكتور رفض ونصحوا يرجعوا يأمها يبلغ البليس فقال له دا أخويا وأكيد مش جريمة أن أخويا يكون معايا الموديفة هي بتددلوا الخلة ويعت منها العلبة كلها على الأرض فعدوهم وقال لها 246 أخوة له 246 إيه قال له خلة ساعد الموديفة لعلبة فيها كم خلة قلت له 250 فقال له أخوه حسابه غلط لكن الموديفة فجأت أنه فيه أربعة معوش من العلبة وإن الوية على الأرض فعدا 246 خد أخوه راح المطار عشان يسافره وكل شوية يجيله تليفون من البنك أو حد من الديانة وكمان أخوه مرضيش يركب أي طيارة لأنه أرى أنه كل الطيارات عملت حوادث وكل حاجة بيقرها بيحفظها وما ينزهاش حتى منقله كل طيارة عملت حدثة إمتى ومات كم واحد بالزرق ولما أخوه حاول يأخذ بالعافية قاعد يسرخ اضطر أخوه يسافر معايا بالعربية بالليل حصلت حدثة في الطريق نزل أخوه المريض من العربية ومرضيش يركب وفيد الماشي قدام العربية على رجله لأنه عارف إن المكان ده حصلت فيه أخطى من الحدثة حافظهم باليوم والتاريخ وكم واحد مات وقصيه والدنيا مضطرت عليهم اضطروا ينزلوا في فندق على الطريق لأن الأخ المريض مش بيخلق في المطر زي ما علموه في المصحة شل متعصب جدا شغله كله متعطل وكل مريض هادي وبريق وعايش في دنيا تانية المطر وقف خارجوا يكملوا طريقهم والأخ المريض طلب ملابس داخلية واسعة من محل معين أخوه فضله تكة ويتجنن مش فاهم إيه المشكلة يلبس أي ملابس داخلية من أي مركب وخلاص أولا هي مش قادر يستوعب إن أخوه مريض وتقليد وحافظ وبيعمل اللي متعود عليه ببساطة ركن العربية وسبق أخوه وراح يعمل اتصال من تلفونه عمومي وهو بيتكلم بس لأخوه مش موجود في العربية دور عليها لغاية ما لقى واقف وسط الشارع لما لقى لوحة مكتوب عليها ما تتحركش فعطل للطريق ووقف العربية أخوه خده وقدام مستشفى عشان يعرف حالته بالزبط لكن المستشفى ما كانتش متخصصة بالحالات دي ما مرش عليهم مرضى توحد كثير لكنهم اكتشفوا أنه عبقار في العدد والحساب لكنهم ما فهمش أي حاجة عن الفلوس خرجوا من المستشفى دخل مع أخوه كابين التلفون عشان يتصل بالشغل واخوه يبقى تحت عينه لكن الأخ المريض كان متوتر تقني فيه برنامج يتفضل له دقيق ويبدأ ولازم يتفرج عليه ووقفوا وخبطوا على بيت في الشارع عشان يخشوا واخوه يشوف البرنامج اللي بيحبه فالأول صاحبة البيت خافت بس لما شافت حالة أخوه المريض دخلته وقعد مع أطفالها يتفرج على البرنامج بكل براء رجعوا الفندق أخوه دخل عادي الأقى بيغسل سنانه وقعد يضحك على شكله بمعجون السنان فبقه فسألوا إلي بيدحك رد الأخ المريض رينمان مضحك واسنانه مضحكة وهنا بس افتكر أخوه وعرف أنه هو رينمان اللي كان بيغنيه لما يكون خايف وهو صغير وكان فاكره أن الشخصية خيالية تلعى أخوه المتوحد اللي بيعمل كده وكان عايش معهم في البيت لغاية أمه مماتب فابوه ده المصحة كان أخوه وقف البلكونة يوضعه قال له باي باي رينمان وافتكره مع بعض الأغنية اللي كان بيغنيها له وهو صغير لكن فجأة بدأ الأخ مريض يصرخ وجدته حالة هياج لما أخوه فتح حنفية المياه السخنة كان بيصرخ وقوه المياه السخنة هتحرق البيبي فأخوه أفعل حنفية بسرعة عشان يهديه وطمنه أنه ما تحرقش وفيهم أنه مدون مصحة عشان كده عشان ما يقديش أخوص زغية أخوه بدأ يتعاطف معاه ويحس بيه طمنه ونيمه على السرير وحتى جزمته في المكان اللي ما تعود إليه جنب السرير افتكره اللي عامل معاه أخوه هو صغير وإزاي كان بيغنيه عشان ما يخافش والأول مرة بدأ يحسه أنه مع أخوه كمل رحلته بالعربية مع أخوه ولما رجع الفندق لقاء قاعد يتفرج على الغسالة هي بتلف في الهدوم فقاله أنه لازم يتفرج على التلفزيون عشان يبان طبيعي في جلسة الاستماع عند الدكتور النفسي اللي هي حديد ما إذا كانه يفضل مع أخوه وده لازم يرجع المصح خرج اتصل بالشركة بلغون لازم يدفع 80 ألف دولار للبنك وإن الديانة حجز على كل حاجة قاعد يفكر بس مش عارف هيعمل إيه كمل طريقه مع أخوه ودخل جاب له كريم عشان يحميه من الشمس بعدها دخل مطعم فلاحظ أن أخوه يحفظ كل حاجة بيقراها وتركيزه عالي جدا فجاب له كوتشينة وبدأ يشوف تركيزه طلع زكي جدا فقرر يستغله في الأمار ويكسب منه عشان يدفع ديونه خد أخوه المريض ولبسه آخر شياكة ورحه صالة أمار راهن وكسب أكثر من مبلغ الدين بمساعدة أخو المتوحد لدرجة أن المسؤولين في صالة الأمار شكوا أنهم بيغشوا وبسرقوا ورجوا الكاميرات عشان يتأكدوا أنهم مش بيغشوا وهما في الصالة راحت بنت ركلاية من الأخ المريض مش فاهم حالته أخوه رح لها وقال لها أنه معهش فلوس بس لما حس أنه عايز يقعد معها سابهم لكن البنت ما مجرد معرفة حالته ثابته ومشت وهو مش فاهم حاجة سألها أشوفك إمتى قلت له ساعة عشرة كانت بتطرق وخلاص لما طلع قدته أخوه تنظره عن أنه كان طمعان فيه كمان علموا الرأس عشان لما يقابل بنت يرقص معها اتعلم الرأس فعلا لكن من غير أي مشاعر ما تبان عليه أخوه حاب يشجعه فقال أنت بترقص ممتازة هتحضن بقى حضنه فصرخ الأخ المريض مش متعود حد يمنسه مع أن أخوه كان نفسه يحضنه ولو مرة حبيبة شالي رح تلهم الفندق بعدما شاركت حجز عليها وتكلمت معاه أنه لازي ميرجع كل مستشفى وأنه ده مش مكانه قال له هو كويس ما تخافيش عليه أخوه قاعد منتظر بنت الرأس فاضلت ساتي دائعة لمعادهم لكن البنت ما جدش في المعين بعدما عرفت أنه مش طبيعي السعب على حبيبت أخوه لما شافت أنه نفسه يرقص مع بنت ولو مر واحدة في حياته داخلت معاه الأسنسير ووقفته وطلبت منه يرقص معاه فعلها أنه تشالي يعلمه الرأس ورقص معاه لما نزله من الفندق أخوه خلاه يسقل العربية في الحارة الضيئة زي ما تعود مع ابوه كان نفسه يبسطه أخيناً بقى يتعامل معاك أخ تشالي رجع البيت مع أخوه وعدين سابه ورح قابل الدكتور الواصي عليه اللي عرض عليه ربع مليون دولار عشان يسيب أخوه في المصح لكن تشالي رفض بقى بيحب أخوه عايز يعيش معاه خاصة أنه يتحرب منه العمر كله ما بقاش الموضوع بالنسبة له مرأس خالص فالتفق يروحه بكرة لدكتور نفسي يتقرر ما إذا كان الأخ المريض ينفع يعيش مع أخوه ولا لازم يرجع المصح تاني يوم رحل الدكتور النفسي الأخ طلب أخوه يعيش معاه ويرعاه واعترف أنه كان في الأول عايزه عشان يستغله ويبتز بالدكتور وياخد منه فلوس لكن لما عاش معاه حبه وتعلق بيك أخ مش عشان الفلوس الدكتور اتكلم مع الأخ المريض وسأله عمل إيه مع أخوه حكاله أنه لعب أمار وأنه سائل عربية وأنه رأسه بس بنت الدكتور سأله هل عايز يعيش مع أخوه رد آه سأله تاني وتالت ورابع قال له آه رجع سأله عايز ترجع المصحة قال له آه سأله تاني وتالت ورابع قال له آه عشان إيه فهم أخوه أنه مريض ومش إنسان طبيعي أخوه فهم رسالة الدكتور وقرر يسيبه يرجع المصحة عشان مصلحته الدكتور يسابه الأخيان مع بعض عشان يقرب منه وقال له محدش هيزعجك بالأسألة تاني الدكتور ده بيحبك وهيرجعك المصحة وعايزك تعرف إن حبيتك قوي وحط راسه برفقة راسه أخوه وأنباسه تاني يوم يوم الوداع خد أخوه له محطة الأطر كان الدكتور الواصي على أخوه هناك سابههم مع بعض أخوه تدلو شمطته بعد ما حطوله أكله وشربه ودفاتره وإلامه والفيديو اللي بيحبه المحطة ناديت على الركاب عشان القطر يتحرك ركب الأخ المريض وتشل وعده يزوله خلال الأسبوعين أخوه ركب ومشي نده عليه تاني مش قادر يبعد عنه رجعوا لأخوه وقال له نعم قال له الدموع في عينيه عشفه كريب مشي الأخ المريض قاعد على كورسيجن بالدكتور ويتفرج على برنامجه المفضل ورجع للعالم بتاعه تاني في الوقت اللي فضل فيه أخوه في المحطة بغسس عادية لغاية القطر متحرك واختفق